موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس أمين الاثنين الخامس من زمن الصليب المقدس الأسبوع الحدي عشر على انفجار مرفأ بيروت أقرأ من إنجيل ربني يسوع المسيح للقديسة متى متى 14 23 33 وبعدما صرف الجموع صعد يسوع إلى الجبل منفردا ليصلي ولما كان المساء بقي يسوع وحده هناك وفي آخر الليل جاء يسوع إلى تلاميذه ماشيا على البحيرة ورأه التلاميذ ماشيا على البحيرة فاضطربوا وقالوا إنه شبح ومن خوفهم صرخوا وفي الحال كلمهم يسوع قائلا ثقوا أنا هو لا تخافوا فأجابه بطرس وقال يا رب إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على المياه فقال تعال ونزل بطرس من السفينة فمشى على المياه وذهب نحو يسوع ولما رأى الريح شديدة خاف وبدأ يغرق فصرخ قائلا يا رب نجني وفي الحال مد يسوع يده فأمسكه وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ولما صعد يسوع وبطرس إلى السفينة سكنت الريح فسجد الذين هم في السفينة ليسوع وقالوا حقا أنت ابن الله حقا والأمان لجميعنا مجل الله كمان أختي هالأسبوع يلي بعدنا فيه ختام زمن الصليب بنركز النجيل على أهمية كلمة يسوع وهالنجيل يلي فيه بيبلش يسوع بالجبل عم بيصلي لوحده بعد مصرف أولوف الجموع اللي كانت عم تسمع له عم تسمع له يعني فيت حدينته لكلمته انتقل إلى الخلاء إلى الجبل حيث يستشير والده يتعاطى مع مصدر حكمته مصدر معرفته مصدر لهوته هيد هي الخلوة بينه وبين الشخص يلي هو يكن له يكن له وبيرجع له تيقل له بشكرك وتيقل له شو بدك أعمل وهيكي الابن الكلمة الخادعة للحكمة الإلهية وللحب الإلهي تنطلق مع الفجر وبتروح وراء تلميزي اللي كانوا بالسفينة وسحبوا كل الليل بالسفينة فكلمة الله تمشي على المياه مش يسوع فقط بدي شوف الزلمة ميشي على المي بدي شوف أنه قول الله ومشي على وجه المي بيقوله باللبناني يسوع كلمة الله تمشي على المياه والمياه لا تغرقها لأنها هي التي خلقت المياه وهون بيجي بيشوفه تلميز شبح بيخافه بينقزه لاش الإنسان بيخافه وقتل ما بيعرف وقتل ما بيدرك شو عم بيصير وقتل ما بيفهم شو عم بيصير ظاهرة قدامه غريبة عجيبة دغري بيروح إلى الخيال اللي بيقول شبح إنما استدركت كلمة الله عقل هالتلميز المحدود وقال له ما تخافه هيدا أنا شو يعني بيقصد يسو هيدا أنا يعني أنا كلمة الله أنا الكلمة يلي بدا تنور عقولكن فقال له بطرس إذا أنت الكلمة يلي بتنور عقولنا وإنت النور العالم مرني تقمشي على المايمة لك قال له تفضل امشي ولكن بني آدم شكيك مش بطرس شك خاف من الريح وبدو يغرأ ما بتطرس هو بحار وقد ما يكون فيه ريح قوية ما قدير أنه يتسبح ويخلص حاله إنما هوني لأنه غرقه في بحر الشك فقال له أنقذني مد يسوع إيدا لقله قال له أنا الكلمة كلمتي أنا هي اللي بتخليك تمشي هي اللي بتخليك تفهم هي بتخليك توها تفضل أنقذتك من الجهل من الضلال من الخيال الغشاش من كل ما هو وهم اتفضل تحته لنطلع للسفينة سوا ونكمل بسفينة كلمة الله نمخر وبحار هذا العالم حتى ننور عقول العالم أجمعين فمن هون وقت تطلعوا ورجع الاستقرار لعقول التلميذ يلي بعض كلهم مخضوضين بهالمظهر فسجدوا له وقالوا له أنت هو ابن الله كمانا من تقولوا لي كيف عرفوا أن ابن الله وما ربط رسولة قال له أنت ابن الله قال له لا لحمة ولا دم أظهر لك ذلك ليس جدوا قال له أنت ابن الله فيكتار بشك يكو بين الكلمة هذه حقا حقا أنت ابن الله حقا أنت الكلمة أنت الكلمة الله لأن الكلمة هي البنوة من الأبوة أنت الكلمة الإله هذا اللي بقصود فيها يعني أنت فوق الشريعة وفوق الكتب المقدسة وفوق كل هالمواضيع منك أعطيت كل الحكم والكلام اللي هوتي والإيمان أنت ابن الله أنت الكلمة التي تنير العقل وطاعة الاستقرار والاطمئنان للقلب وقال الله معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة